بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فالقضاء مع الأديم خمس سنوات من المماطلة والتسويف تحت مسمى المفاوضات والنتيجة والمحصلة هي صفر نعم صفر كبير هذه هي نتيجة المحصلة بعد خمس سنوات على الأقل من المفاوضات بخصوص إنشاء سد المعرض الأوضاع بتجبرنا على خيار واحد لا ثانية له هذا الخيار إما أن نكون أو لا نكون إما أن نحافظ على حقوقنا وحياتنا وكرامتنا وإما أن نهدر كل ذلك لا حل سوى الحل العسكري لحل أزمة سد النقطة قولا واحد خدنا تسوفات كتيرة وموافوات كتيرة وحجات كتيرة وأنا هعرض على حضراتكم تصريحات في غاية الأهمية وتوضح لحضراتكم إيه هي الحقيقة اللي حصلت وإيه الوضع ووصل لغاية فين وإحنا بهذه الكافية هنوصل لفين حالا أنا أنا أقول لهم فإحنا هندخل على طول في الموضوع وهنبتدي بتصريحات وزير الرئي السوداني وزير الرئي السوداني قال مصر أيدت مقترحتنا بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن أثيوبيا رفضت يعني مصر أيدت مقترح بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن أثيوبيا رفضت السيسي أقول للأشقاء الأثيوبيين أن الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر وزير الرئي المصري محادثات صد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم وموقف أثيوبيا سيزيد الاحتقال السوداني رد على تصريحات أثيوبيا حول رفض مشاركة جنوب أفريقيا في مفاوضات صد النهضة فقد نفت الخارجية السودانية ادعاءات إثيوبيا حول رفض مصر والسودان مشاركة جنوب أفريقيا في مفاوضات صد النهضة وقالت أن السودان ومصر رحبت بمقترح اشتراك جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات صد النهضة وليس صحيحا ما ذكرته أثيوبيا بشأ رفضهم لذلك أما الدكتور أحمد المفتي وهو الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات صد النهضة أكد أن أثيوبيا أفشلت اجتماعات كينشاسا بنسبة 100% وأضاف أن أثيوبيا استغنت عن عبارة الملء والتشغيل من أجل توفير الكهرباء والتي خدع بهم مصر والسودان طوال عشر سنوات واستخدمت عبارة المحاصصة والبيع بديلا منها كل ده بيقول أن ليس لنا إلا خياران هو خيار واحد لأن الخيار الأولاني أو الخطوة الأولية يتعتبرش خيار لنا خطوة اللي هي اللجوء لمجلس الأمن فعلق قال اللجوء بالخيار العسكري لابد أن يسبقه بالطبع الذهاب لمجلس الأمن حتى يلزم إثيوبيا بوقف عملية بناء السد لحين التوصل لاتفاق ملزم وعادل بين الأطراف الثلاثة فضلا عن وقف الملء الثاني الذي تتحدث عنه أديسة بابا إذا حضرتكم إحنا قدامنا خيار واحد أي نعم بيتسبقوا خطوة وهي الزهاب لمجلس الأمن إن مجلس الأمن يعني يلزم إثيوبيا بأنها يعني تتوصل لاتفاق عادل ومنزم للأطراف الثلاثة مصر إثيوبيا السوداني وايس؟ طيب ده الخيار الأولان أو دي الخطوة التي تسبق الخيار الأخير أو الحل الأخير والحل النهائي اللي ما فيش بعده حلتان مجلس الأمن المفروض إن يلزم إثيوبيا بذلك ويتم إيقاف المال الثاني مؤقتا لحين التوصل لاتفاق ده المفروض طيب بعد كده نفترض إن المجلس الأمن كالعادة لم يستطع إن هو يقبل أثيوبيا على هذا يبقى الحل إيه؟ لم يتبقى سوى حل واحد فقط وهو الحل العسكري لا بديلة إلا أمامنا إلا ضرب السد لأن السد ده هيبور أربعة مليون فدان هيزيد هيرفع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية السد ده هيقلل نسبة المياه الجوفية هنستورد هنستورد غلبية منتجاتنا الزراعية أو محاصلنا الزراعية هنستوردها أربعة مليون فرسة عمل هتروح هتضيع التكلفة تقريبا بتاعة خسار التكلفة السد ده على مصر حوالي تريليون ونصف دولار إذن إحنا أمامنا ما فيش حل تاني ما فيش حل تاني ليس لها من دون الله يكشفها إحنا السيد الرئيس تكلم قبل كده وقال يعني المساس بمخط بمائة مصر خطة أحمر وهو ما فيش حل غير كده بصراحة كلام ده أنا قلته من سنين مش أول مرة أقوله وقلت قبل كده أن المفاوضات ده ما هي إلا مماطله وطضيع وقت ومصاريف ولكن يعني ما نمكن ما حدش اقتنع وقتها بهالكلام ده إذن إحنا أمامنا حاليا أمامنا أي خيار غير ضرب السد أو النأسيوبية تانصصي معنا وده طبعا مش هتعمله لان هي اصلا من الاصلة رفضة ولان هي لها مخطط اخر وهذا المخطط هو ما يعني زلة اللسان اللي وقع فيها دينة مفتي مين دينة مفتي ده بقى دينة مفتي ده المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية وقال ان بلاده لها الاحقية في الحصول في بيع المياه الفائدة عن حاجتها مفيش مانع انها هتبيع ثم رجع في كلامه في نفس الفيديو او في نفس اللقاء رجع في كلامه انا مقولتش الكلام ده والكلام ده ما يعني مفيش برغم انه قلت توجد مشكلة على اطلاق في ان اسيوبيا تبيع الفائد عن حاجتها من المياه وصل بنا الامر ان احنا اسيوبيا عايزة تبيع لنا المياه وصل الامر لهذا الحد يعني اذا اذا ده مؤشر خطير جدا يخلينا نقول ان اللي بيحصل ده يعني مصر ده دائما لم تعتدي على احد لم تتجاوز في حق احد طول عمرها طول عمر مصر تاريخ مصر بيقول كده مصر عمرها ما كان الدولة معتدية ابدا لكن اذا طالما الامر وصل ان مصر مهددة بالعطش مهددة بالخسارة مهددة بوار الارض وبهلاك الماشية وبخسارات اقتصادية فادحة نحن في غناءنا اذا لابد ان يكون الموقف واضح وصريح جدا وهو القضاء على هذا السد واعتقد ان مصر ماشي في هذا الاتجاه وفي مؤشرات كثيرة بتقول كده الناس فهمت ان الكلام اللي له رايس مبارح بندعم الاشقاء الاثيوبيين والخيارات مفتوحة يعني دي اللغة المهزبة اللي بتتعامل بها دائما مصر مصر ما بتتعاملش الى اللغة الاخلاق واللغة المهزبة ولكن واضح ان الطرف التاني اللي يعرف هذا يعني انا مش عايزة استعرض تصريحات اللي نالت من مصر واللي نالت من جيش مصر واللي نالت من شعب مصر واللي نالت من رئيس مصر تصريحات يعني يعني انق بكم ان انا اقولها يعني فطبعا احنا ما فيش حل تاني قدامنا غير بالحل ده وخصوصا ان النوايا اثيوبيا بانت بانت ان احنا واه الله احنا هنبيع المية بقى يعني ان كان عجبكم بقى هنبيع المية ومصر ملعاش بقى حقه وكلام الفاضي كلام ده مينفعش لا الكلام ده مينفعش كلام ده مينفعش ومش هيحصل وشعب مصر مش هيسكت مش هيستنى لغاية لما يموت من العطش يعني احنا عندنا ما يكفينا من المشاكل مش مستحملين ورجال مصر القادرين والجيش المصر القادر وانا ممكن قبل كده في اللقاء قبل كده مع حضراتكم قلت لكم ان الجيش المصر القادر قولا واحدا من دك السد ده على دماغهم ورجالة مصر قادرين ومصر قادرة بعون الله اذا احنا قدامنا دلوقتي حل واحد فقط وقريبا جدا جدا احنا فاضل حوالي 81 يوم على بدء الملقة توقع حضراتكم خلال الايام المقبلة ان هيبقى فيه مفاجأة هيبقى فيه مفاجأة قريبا ومفاجأة متوقعة متوقعة مفاجأة متوقعة وبتقول اللي هو يحصل والدلائل بتقول عليه اما حيثة ان احنا ننتظر المفاوضات تاني انا برج بقى انا بوجه ندائي للجانب المصري ارجوكم كفاية ممطلة الناس دي مش بتاعة حل سلمي الناس دي نيتها واضحة الناس دي عايزة بيعلينا المية الناس دي عايزة تقزينا الناس دي عايزة تعطش مصر فارجوكم كفاية ضياع للوقت لان لو اتمال الماء الملء الثاني تبقى المخاطر فادحة وحضراتكم عارفين مني اكتر مني الكلام ده لذلك فانا يعني نرجو من الله ان يتم توجيه هذه الضربة باسرع وقت ممكن حفاظا على مقدرات مصر وامن مصر وزي ما قال الرئيس قبل كده اللي عايز ياخد نقطة مية واحدة من مياه النيل اللي عايز يجرب يتفضل يجرب احنا عايزينكم بقى اتجربوا احنا وصلنا معاكم بصراحة شعب مصر اتخنق تماما من اللي بيحصل ده اكتر من كده بقت العملية يعني غير مستحقة قريبا ان شاء الله في اللقاء القادم هنكشف عن بعض ما يدور في الكواليس باذن الله بخصوص هذا الامر القاكم في الحركة المقبلة ان شاء الله تعالى واترككم في رعاية الله وامنه وسلامته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة